يعني النضال ده كله والبعكوكة دي كلها اللي احنا فيها دي منذ الانقلاب اللي دلوقتي هدفه ايه؟ ما اللذي ناس عائلية؟ وبعدين اخش منها على الحراك والتظاهرات برضو هي هدفها ايه؟ عاوزين ايه عباني؟ الدعاءات بانه عاوزين تدمير مفيش حد عاوز تدمير عاوزين تغيير تغيير ايه؟ تشوف عملية تغيير السلوك عملية طويلة المدى يعني عشان تغير سلوك واحد لازم تغير ما يؤمن به من قيم ومعتقدات دي فعملية رجعوا للجماعة بتوقع العلم الاجتماع فالرجل اللي بيصليش خالص يعني لا يؤمن بفكرة انك تصلي يعني هو لا يؤمن بالله اللي ما بيؤمنش بالله ولا بان الصلاة فرض هو يعني لا ينظر الى صلاتك دي لها معنى لانه هو مفيش ايمان بان في حاجة اسمها فرض الصلاة مش فرض وقبل منها مفيش ايمان بانه هيتحاسب على كده انا بقعرب لك المسألة بس انت بتكلم في تغيير سلوك مين يعني اديك مثال اللي بيصلي وبيسرع في الصلاة نقدر نقول له ايه الصلاة عاوزة تؤدى وعاوزة هدوء وما تسربعش في الصلاة وما تكلهاش اكل لان هو بيؤمن بان الصلاة فرض وانه الصلاة اللي فرضها الله وانه بيؤمن بالله خلاص فبالتالي تغيير سلوكه ممكن هنا ممكن يقول لك ايه تعال يا ابن ما اقول لك الصلاة توقف مش عادة ايه وتبقى متأكد ومطمئن وهكذا وكذلك الذي اي حاجة في حياتك الراجل اللي لا يؤمن بانه في حاجة اسمها تنظيم مرور وان الناس بعربياتهم لان تيجي تحدد اشارة سواسية خلي بالك هيكسر الاشارة صحيح اقول لك انا ضبط لانه لا يؤمن لا هو بالقانون ولا باللي بيحط القانون لا يؤمن لا باعقابه ولا بعذابه ولا اي حاجة وبالتالي ما تقدرش تغير هذا السلوك الفوضوي بين عشياتهم وضوحة تاخد وقت انما لو واحد كسر الاشارة مرة واول مرة في حياته بتقدر انت ايه تقول له انه كسر الاشارة ويستلزم منك انك تفهم قانون المرور طيب انا من كنتش عارف ان الحمرة يعني توقف والخضرة يعرف ده يعرف لانه عنده مجموعة قيم احنا عمنا نتكلم على تعديل سلوك الناس بعض الناس دلوقتي تعديل سلوك النظام يعني انت مثلا متخيل ان ممكن بشار الاسد يبقى ديميقراط يبقى ديميقراط طب انت بتتحك بتتحك قوي انه حاجة مسخرة لا يمكن او انه مثلا ترامب هيبقى راجل بيدفع الضرائب في امريكا او يحترم اللي قداما زي ما حصل فيه مش هيحصل ليه لان هو لموازف التعبيد التربية بتاعته قائمة على انه هذا بلد اللي اخده احسن من لسيمه وبشار تفكيره قائم على انه هؤلاء عبيد ازاي جراءوا على السابق ونفس النظام في مصر عشان بس افصل لك ما بين امرين الامر الاولاني هو فكرة انه ايه احنا معادة بنضغط عشان نحصل على مطالب تحصل على مطالب من نظام سوي بيؤمن بان انت وهو وانا شركة في الوطن لكن احنا امام نظام لا يؤمنوا بالشراكة ولا يؤمنوا بان هناك اله يحكم الكون بل انا احكم الكون واذا احتاجت اقول ان ربنا الانفوضني هو بيؤمن بكده وبالتالي نظرية انه تعالوا نغير سلوك النظام هياخد منك 30-40 سنة والوقت هيروح منك والنظام مش هيغال سلوكه لانه انت في حتة وهو في حتة مهم جدا الكلام ده لانه هيؤصل نضالنا السياسي الآن وغدا يعني ممكن مع الضغوطات اللي بيعملها الحراك هيقوم قايم ناس يقولك تعالوا بقى نقعد يا جماعة ايه هتقرس وتعالوا نقعد مثلا او ايه نخلي النظام بس نغير المشوش لا هنا احنا مختلفين ومن هنا انت بتسمع دلاتي يقولك ايه مثلا باقي كنت باسمع على حد في قناة فبيقول ايه فلان فلان من العيلة وطنية كلها زباط دعا خطه هو ان الوطنية موجودة فين عند الزباط واللي بيتكلم بالزابط يعني بيتهم نفسه بانه مش وطني لا ما ايجا يا حامزة زوباء اشوف عدد الاطباء اللي ماتوا تجاوز المائة وشوية ده خلنا على المتين او ده خلنا على المتين طب الاطباء اللي بيموتوا من كورونا دول مش وطنيين لا مش وطنيين لكن الزابط ولا العسكار اللي بيموت في حتة تانية اثناء اداء وظيفته هو شهيد ووطني وحق له ذلك انما التاني الا ابوه فلاح ربا ولا عامل ولا كالناس ولا 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 من من ابناء شعبنا الغلابة زي حالتنا كده ده مش وطني لانه ما خدش ختم النظابط وتجري عروق العسكرية في دمه هذا الكلام تحديدا منذ عهد محمد علي وتعامله مع المماليك ايوه انه فيه احرار اسياد وفيه مماليك فانت لما تيجي تشوف النظام بيديك حتة او مجموعة رشاوي زي بتاع تنبالة يخطر ببالك ايه ايوه الحمد لله النظام ده بقى كويس هياخد الطوب مننا وايشتري الاساس مننا وايدينا خمسمائة جنيه ده بينزول لنا فالنظام بنفسه وبإعلامه يطلق ايه الرجل ده قلبه فيه رحمة هو انا بشحت منك عشان بقلبك فيه رحمة بلك السيس يشوف رحيم بالناس هو انا بشحت منه هو العقد اللي بيني وبينه حتى لو جايب انتخاب وهو جايب انقلاب يتح له انه يبقى رحيم بيه ومش رحيم بيه فيه سيستم انهار ودولة ابتلعت وبالتالي اذا انت فاهم او متخيل ان النظام هيديك حاسبه وقولك تي yoga حبيبي دم تشريكي عمره ما هيديك وبالتالي الرهان على تعديل سلوك النظام رهام خاسر سجل بقى عندك الكلام ده الرهان خاسر الرهان على تعديل سلوك النظام خاسر انمال بالراهن على ايه بالراهن على تغيير النظام وليس تغيير الدولة لأن النظام ليس هو الدولة والجيش مش هو الدولة ولا المخابرات هي الدولة ولا الشرطة هي الدولة الدولة مجموعة مؤسسات وهذا هو نضارنا